أحد أخطر المطلوبين أمنياً في تاز لقي مصرعه على يد رجال الحملة الأمنية فيما تؤكد قيادة الشرطة أنها لن تتوقف حتى إلقاء القبض على آخر مطلوب أمني إذن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف العقيد عبد الباسط البحر نائب ركن التوجيه المعنوي لمحور تاز برحباً بك سيادة العقيد إذن شهدت مدينة تاز مؤخراً تطورات أمنية كبيرة آخرها كان ضبط خليتين رهابيتين في مدينة تاز وكذلك ملاحقة عصابات خارجة عن القانون يعني ما هي تطورات الأمنية بحسب المعلومات لديكم حياة الله الكريم وكل التحية عبرك للمشاهدين وللأبطال الميامين من رجال الأمن البواسل ورجال الجيش الوطني في كل المواقع والقبهات وفي كل الميادين الحقيقة الأمن في تعز حقق نجاحات كبيرة في وقت قياسي ووقت قصير جداً تمكن بفضل الله تعالى من اكتشاف خلايا إرهابية مرتبطة بالعدوم ميليشيا الحوزي وأفشل مخططاتها ونواياها العدوانية وهناك الكثير من المعلومات والخيوط التي أيضاً ستؤدي إلى إحباط كثير من العمليات الإرهابية التي كانت تنوي الخلايا المندسة والطابور الخامس القيام بها لإقلاق الأمن وإقلاق السكينة العامة في تعز ونشر الفوضى والإرباك داخل تعز الأمن رغم شحة الإمكانيات المتوفرة ورغم التحديات والظروف المحيطة وكثير من العراقين التي توضع في طريق تثبيت الأمن والاستقرار وكثير من المؤامرات التي تحاك على تعز وتريد أن تشوق أو تظهر تعز بغير المظهر الحقيقي وهي مدينة الثقافة والسلم والتعايش تعز خالية من الإرهاب تماماً وهم يحاولون تدريب عناصر لإحداث الظوضى والتخريب لإنصاق الإرهاب لتعز وتعز سرفض كل ذلك والحقيقة أنا أشكر معد وقارئ التقرير سابقاً كان مهن وشكلاً وأداء ومضموناً وصور حقيقة ما يجري في تعز بكل تفاصيل الآن الحملة الأمنية واللجنة الأمنية مستمرة وهي مشكلة من جميع الألوية العسكرية ومن الشرطة العسكرية وقوات الطوارئ والأجهزة الأمنية والأمن العام والأمن الخاص وقوات النجدة جميعاً مشتركين في الحملة الأمنية لتأمين المدينة ولضمان أمن الوطن وسلامة المواطنين هذه قضية مجمع عليها الجميع الجميع مع الدولة الجميع مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية الجميع مع أمن الوطن وسلامة هذه قضايا لا نقاش ولا جدال فيها من كل أبناء تعز بكل أطيافهم وتوجهاتهم وتجاهاتهم الجميع مع الأمن لكن المطلوب ورسالتنا إلى السلطة المحلية ابتداءاً وإلى الوزارة الداخلية والحكومة ورئاسة الجمهورية هو دعم وتطوير أداء القوات الأمنية لابد من توفير الإمكانيات المطلوبة ليستطيعوا تنفيذ المهام الأمنية الموكلة إليهم بنجاح هناك شحة في الإمكانيات في الأدوات تعرف أخي الكريم أن مدسيات الحوثي دمرت المؤسسات في تعز ومن مؤسسات الأمن بكل أدواته وكل وثائقه وكل أهلياته وكل معداته وبالتالي الأمن اليوم ينحط في الصغر ويبني من الصغر نعم سيدة العقيد كما ذكرت لابد من دعم هذه القوات التي تقوم بمكافحة العصابات الخارجة عن القانون أنتم تقومون بجهودكم وكذلك بالتنسيق مع بقية الوحدات الأمنية والعسكرية في محافظة تعز لكن خلال الحملة العسكرية ما الذي نتج عنها وهل هناك مطلوبون سلموا أنفسهم أو قامت القوات الأمنية بالقبض عليهم أنا ذكرت لك أن الحملة الأمنية واللجنة الأمنية لا زالت مستمرة ولا زالت في انتشار وتقيم الحواجز والنقاط الأمنية وتتبع الخلايا والمطلوبين جميعا ولن تهدأ ولن تتوقف حتى تستكمل مهمته بنجاح وطبعا هناك إنجازات وهناك نجاحات لكن سيعلن عنها في نهاية هذه المهمة كما أعلن عن القضعة الخلايا الإرهابية بعد أن استكملت التحقيقات وستكملت كافة الإجراءات وجمع الاستدلالات جميعا تم الإعلام في مؤتمر صحفي عن النتائج موثقة بالاعترافات والصوت والصورة وكذلك سيتم لاحقا الإعلام عن نتائج هذه الحملة عندما تستكمل أهدافها وتنتهي مهمتها الأمنية ويتم نسبة نجاح كبيرة جدا من خلال المهام والأهداف التي خرجت من أجلها نعم نحن نتابع الآن هذه اللقطات والمشاهد للقوات الأمنية المنتشرة في مدينة تعز والتي تقوم بحماية المدنيين وكذلك محاولة أو إلقاء القبض وملاحقة الخارجين عن القانون والعصابات المتمردة إذن العقيدة عبدالباسط البحر نائب ركنت توجيه المعنويلي محور تعز كنت معنا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر شكرا